خلافا لتوقعات كثير من المحللين وعلى وقع معطيات جديدة فرضت نفسها خلال شهر اكتوبر تباطأت معدلات التضخم في مصر لتصل الى 35.8% بعد ان سجلت اعلى مستوى لها على الاطلاق خلال شهر سبتمبر عند 38% تباطئ هو الاول منذ نحو 6 اشهر ويأتي مدفوعا بمبادرات حكومية استهدفت خفض اصعار كثير من السلع سيما الغذائية بنسبة تتراوح بين 15 الى 25% ناهيك عن تأثير قرارات البنك المركزي برفع الفائدة ب300 نقطة اساس منذ بداية العام الجاري فيه مش مدموعة اجراءات عملية الدولة انها اعفت مدموعة من السلع وخصوصا السلع الغذائية والسلع الاستراتيجية اللي بتيجي من رسوم الجمهورية وهو انا اصلا من البداية يعني هم عفوها 6 شهور فنزل سعرها شوية زائد بعض اجراءات عملية الدولة لتخفيض بعض اسعار السلع بنسبة 16 و20 و25 وده ادى الى ايه الى ان يبقى نسبة التضخم تقلي شوية الاسعار تمقفض شوية وبالتالي يعني قلت نسبة التضخم شوية ولكن طباط التضخم في اكتوبر لا يعني برأي الكثيرين مسارا نزوليا خلال الاشهر القادمة او انحصارا للموجة التضخمية والتي قد تستمر حتى الربع الاول او الثاني من العام المقبل في ظل التوقعات بخفض جديد للجنيه اضافة الى تأثير الزيادة الاخيرة لاسعار البنزين بنسب تراوحت بين 9 الى 14% وهي المعطيات التي تؤكد ان ذروة التضخم لم تأتي بعد ارتفاع اسعار البنزين وده بيأثر بصورة كبيرة طبعا على اسعار كتير في الدولة الحاجة التانية الارتفاع المستمر في السوق الموازي للدولار دايما المنتجين عموما والتجار بيسعروا السلع مش على السعر الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار بيسعروا دايما على السعر الغير رسمي للأسف طبعا طول ما احنا عندنا ارتفاع مستمر في اسعار الدولار مقابل الجنيه فأنا أتوقع أن الانخفاض ده للأسف سوف يكون انخفاض مؤقت ورغم وصول التضخم لمستويات تفوق 35% يبقى البنك المركزي على مستهدفاته لمعدل التضخم بين 5 إلى 9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري بعد أن رفع الفائدة بـ 11% منذ شهر مارس 2022 صحيح أن رياح التضخم في مصر قد هدأت قليلا خلال شهر أكتوبر على وقع مبادرات حكومية تستهدف خفض أسعار السلع الغذائية ولكنها قد تعود برأي الكثيرين من جديد سيما إذا تم خفض سعر سرف الجنيه وسط وقعات بأن يصل التضخم إلى دروته خلال الربع الثاني من العام القادم يسين الجهري سي ام بي سي عربية القاهرة